أول حاجة طبعا الأرقام الكواسية لمحمد صلاح مع ليفربول الموسم ده الهدف الخامس تاريخيا لنادي ليفربول في مختلف البطولات الهدف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصي 42 هدف أول لعب في تاريخ ليفربول يتصدر قائمة هدف الفريق لخمس مواسم على التوالي أصبح أكثر من سجل أهداف لنادي ليفربول خارج الأنفلد في الدور الإنجليزي الممتاز متقطيا مايكل أويند دي أرقام محمد صلاح الموسم ده مع ليفربول لعب 50 مباراة سجل 30 هدف وصنع 15 هدف يعني شارك في 45 هدف من 50 مباراة لعبها رقم هايل جدا يعني تقريبا من معدل هدف كل مباراة دي أرقام تريس جيم مع ترابزنسبول لعب 39 مباراة سجل 12 هدف وصنع 8 أهداف وأرقامه أيضا مع أول جدا هدف كل مبارتين تقريبا مصطفى محمد مع نانت الفرنسي لعب 50 مباراة سجل 11 وصنع 5 وفي مباراة كثيرة كان ينزل كبديل يعني ما كانش بيشارك في كل المباراة كأساسي ولكن الأرقام معقولة برضو عمر مرموش مع فولفسبورج لعب 35 مباراة سجل 6 هدف وصنع هدف وأيضا ما كانش بيشارك أساسي معظم الوقت أحمد حسن كوكل عمل أداء رائع جدا مع علانيا سبور الموسم ده لعب 28 مباراة سجل 11 هدف وصنع هدفين أنظر ريتد جدا أحمد حسن كوكل دايما يعني من اللعيب المشاهدة حقه ده القائد بقى قائد اتحاد جد أحمد حجازي لعب 32 مباراة سجل 4 هدف صنع هدفين علما وإنه طبعا مدافع الأرقام عظيمة والأرقام كبيرة جدا أنا حاولنا نجيب لحضراتكم أو نلق الدوع على اللاعبين اللي عادة بيبقوا موجودين في معسكرات منتخب مصر في أسماء تانية وفي أسماء أخرى محترفين في أوروبا لكن دول الأبرز الأسماء اللي موجودة مع منتخب مصر وبتشارك دائما مع المنتخب